اشتركوا في القناة العنيفة اللي بيمر بيها النادي الاهلي على مدار مسلمين يعني من الصعب جدا انك تبص من سنة ونصف فاتت من اول ما جي مستر مسلماني لغاية النهاردة وعلى الرغم من دعم الادارة للفريق بعدد كبير جدا من الصفقات واللعبين لكن دايما قائمة الاهلي فيها عدد كبير جدا من الاصابات الموضوع والقصة ممكن اه نتفق معاكم جزئيا ممكن يكون ليها علاقة بفكرة الاحمال لكن انا الشيء يعني لا يدع مجل الشك هي فكرة تلاحم المواسم وكلام مسلماني هنا لجول كان بيكلم فيه على الدوري الانجليزي الدوري البريمير ليج بيضم 20 فريق يعني كل فريق بيلعب 38 ماتش في السنة في السيزين الواحد وبيلعب في بطولتين تانيين كاس انجلترا وكاس الاتحاد ومعظم الاندال انجليزية بتشارك في يعني عدد كبير من الاندال انجليزية بتشارك في بطولات اوروبا ولو بصيت كده على اخر اربع نهائيات شامبينز ديج هتلاقي دايما فيه نادي انجليزي اللي لم يكن الطرفين النهائي من انجلترا يعني نرجع ثلاث نسخ فاته كان ليفر بول في مواجهة ريال مادريد كان فيه عندنا نسخة واحدة بس باي ميونيخ بي اه جي بعد كده كان عندنا تاتنهام وليفر بول فرقتين من انجلترا في نهاية دولة الابطال والسنة اللي فاتت فرقتين برضو من انجلترا في نهاية دولة الابطال تشالسي والمان سيتي والسنة دي عندنا كمان فرقة من انجلترا هي ليفر بول هتواجه ريال مادريد فعدد مشاركاتهم كبير جدا في البطولات الاوروبية واغلب اللاعبين اللي بيعابوا في كل الفرق في الدولة الانجليزية غالبا هم لعبين دوليين مع منتخباتهم الرجل بيقولك الموسم بتاع الناس اللي بتلعب كل المسابقات دي وكل المطشاط دي على مستوى البروفيشنال بتخلص الموسم دلوقتي واحنا مازال الموسم ممتد وطويل وانه اللعيبة ما بقتش بتاخد بريك تقدر من بعده تعمل فترة اعداد وتحضير وده مؤثر بشكل كبير جدا ولابد ان احنا ناخد بالنا من الموضوع ده اصبح ازمة مش بس النادي الاهلي لكن للكرة المصرية